اشتركوا في القناة المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولية الشركة مساهمة بحرينية المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وما تضمنه من توجيهات مستقبلية وأولويات مهمة للمرحلة المقبلة مؤكدين على ان ما تضمنه الرد على الخطاب الملكي السامي يعد معاضدة لتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمضي قدما حول حمل امانة العمل الوطني بعزيمة متينة والقيام بالواجبات التشريعية ومسؤولية المشاركة في صنع القرار من اجل مواصلة مسيرة الانجاز والتطوير وقرر المجلس الموافقة على اعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الى اللجنة لتضمينهما ادلى بشأنه من ملاحظات خلال الجلسة ومن ثم احالته الى مكتب المجلس تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حرصت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على التأكيد بما جاء في الخطاب من مضامين كالتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعات وسن القوانين الداعمة لحماية المجتمع وصيانة قيمه ومبادئة ايضا التأكيد على التوجيه الملكي على اهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين وذلك من اجل الحد من العباء الاقتصادية ايضا من ابرز ما تضمنه الرد الاشارة باهمية الاستحقاق الدستوري والذي ارساه جلالة الملك المعظم من خلال استدامة الدعوة لاجراءات الانتخابية فأكد الرد على ان مسبة الاستحقاق الشعبي التاريخي والذي بلغ 73% هذا يعبر عن وعي سياسي ووعي وطني عميق لدى شعب البحرين عن اهمية المشاركة في القرار الوطني ايضا شمل الرد على تضلعات مجلس الشورى بان تتحول التحديات الى انجازات من خلال الادارة الموفقة للفريق الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كذلك تضمن الرد على دور المجلس في دعم التشريعات التي تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل زيادة وتيرة النمو الاقتصادي ما شد انتباهنا احنا رحنا فقرة فقرة وكان الرد عليه على فقرة فقرة ولكن ما شد انتباه الجميع الحقيقة هو اولا بالنسبة الى مراعاة مصالح المواطنين هذا كان موضوع حام جدا واكد عليه جلالة الملك المعظم في خطاب السامي وايضا موضوع التقاليد والعادات وتراثنا العربي والاسلامي وكل هذه كيف نحافظ عليهم هذا كان جدا مهم خاصة في طور التغيرات العالمية اليوم اللي نلاحظها في الكثير من الدول